قلت لكم مبارح انه مارس الكولر كان قافل من محمد مجدي أفشا وقلت لكم ان الكابتن خليب بيبو مع محمد الشناو بلعبه دور مهم جدا دلوقتي او مبارح لتهدئة محمد مجدي أفشا وتهدئة مارس الكولر وتصفية الاجواء لان الفريق في مرحلة مهمة جدا من الموسم وعنده نهائي دوري ابطال افريقيا مارس الكولر تقبل هذا الامر ومحمد مجدي أفشا تقبل هذا الامر واعدوا كولر ومحمد مجدي أفشا والجهاز المعاون وتم تصفية الاجواء ودخل محمد مجدي أفشا لقائمة مبارات الاتحاد بعد ما ستبعد من قائمة النادي الآلي في المباراتين الماضياتين بعد ما حدث بعد مبارات مازينبي عندما تجاوز نوعا ما محمد مجدي أفشا في حديثه مع مارس الكولر وهو ما اخضر مارس الكولر وغرم خليب بيبو محمد مجدي أفشا على هذا الفعل وتم استبعاد اللاعب بين آخر مباراتين للأهل عادة محمد مجدي أفشا لمبارات الاهل والاتحاد وده شيء جيد ويحسب لمارس الكولر أولا ويحسب لمحمد مجدي أفشا اللي انا قلت لكم مبارات نلعب هادي طيب مش بتاع مشاكل لو انفعال انفعال مرفوض طبعا بس مش لعيب سائق السلوك مثلا أو سائق العادات هو لعيب ممكن في لحظة عصب وانتهى الموضوع عند هذا الحد وبرافو مارس الكولر انه ما كبرش الموضوع أو أصر انه يبعد أفشا عن قائمة النادي الأهلي في هذه المرحلة المهمة جدا للنادي الأهلي في الموسم دعك أيا